سجال دمشق مع جامعة الدول العربية عبر المؤتمرات الصحفية ما زال مستمرا ومعه تستمر مباراة رمي الكرة إلى ملعب الطرف الآخر وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال بأنه سيرسل استفسارات الجامعة على ما جاء في مذكرة التفاهم طالما أن طلب تعديلها مرفوض مستنكرا تجاهل المذكرة لأي تنسيق بين لجنة المراقبين المفترضة مع الحكومة السورية ومتهما بعض الدول العربية بالسعي إلى تدوير الأزمة مستخدمة جامعة الدول العربية جسرا لذلك الهدف التحليل المنطقي يقود بأن هناك أطرافا عربية تريد أن تستخدم الجامعة كأدات للوصول إلى مجلس الأمن جامعة الدول العربية كانت قد سبقت المؤتمر الصحفي للمعلم بإعلان رفض التعديلات السورية على مذكرة التفاهم والإعلان عن اجتماع جديد لوزراء الخارجية العرب الخميس المقبل لمناقشة الملف السوري بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة لقابول دمشق مذكرة التفاهم وقبل فرض عقوبات اقتصادية عربية على سوريا تصريحات المعلم جاءت بالتزامن مع مظاهرات تأييدا لرئيس السوري بشار الأسد تخرج بانتظام في عدة محافظات سورية بتنظيم كبير يحميها من أي هجوم أو اعتداء في إشارة إلى رفض سيناريوهات الحرب الأهلية التي قال المعلم إن تصريحات المسؤولين الغربيين عنها تأتي بصيغة المتمني لوقوعها في المقابل تستعد المعارضة السورية لعقد اجتماع في القاهرة يضم جميع أطيافها من أجل توحيد صفها والجهة التي تمثلها بعد توجيه انتقادات لها بعرقلة حركة الجامعة العربية التي تصعد من لهجة خطابها مع دمشق فيما يقيد حركتها تشتت المعارضة السورية وتفرقها يوسف الشريف العربية